منال عبيد من اليمن تقول أوصان النبي عليه الصلاة والسلام بعدم نهش الخبز كاللحم ما حكم أكل البيتزا والشاورمة والبرغر بهذه الطريقة منال عبيد من اليمن بارك الله فيك أولا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهي عن نهش الخبز ولا أنهي عن تقطيع الخبز كل هذه أحاديث لا أصلا له أحاديث باطلة ولذلك المسألة راجعة إلى عادات الناس وإلى ما يعتقد الناس أنه مصلحا فمن أراد أن يأكل الخبز مقطعا بالسكين لا بأس بذلك من أراد أن ينهس أو ينهش الخبز لا بأس بذلك أكل الشاورمة والبيتزا وما ذكرتي هذه من الأمثلة كله جائز سواء بالسكين أو بالنهش كل هذا جائز ولله الحمد وأما الحديث الذي ذكرته فحديث باطل بارك الله فيك موسيقى